دكتور سيد ما الذي يحصل يعني الآن هل ممكن فعلا أن تكون العمليات قد بدأت لكن البنتاجون لأسباب أمنية ينفي حتى الآن يريد أن يتأكد يريد أن يمهد ربما أن يكون هذا القصف تمهيديا لأنه من أين يتم متابعة هذه العملية عسكريا في المنطقة ولماذا يكون مثلا القصف قد يسبق التصريح في هذه النقطة أهلا بحضرتك وشارة بوجود معك سؤال حضرتك هو مفتاح من أين تدار ليس في البنتاجون في واشنطن هي تدار من القيادة المركزية الأمريكية في تامبا في فلوريدا أنا اشتغلت فيها أساسا عندهم على الجيش المصري القوات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط فعليا هي تابعة للقيادة المركزية الأمريكية سينتكوم أو القيادة الوسطقى من تدار بواسطها وأتوقع أن يكون الجنرال الأمريكي يتلقى المعلومات من القيادة المركزية الأمريكية بالتوازي هذا ليس معناه أن البنتاجون فندم هو الخمس قيادات العسكرية أما الست قيادات الأخرى الإقليمية بما فيها القيادة المركزية الأمريكية ليست من ضمن البنتاجون بالشكل الذي نتفاهمه ده دي النقطة اللي عايز أوصلها وده يمكن سبب يعني هذا يمكن فيه تأخر في توصي وصيل المعلومة للمسؤول السياسي في البنتاجون أو العسكري أو العسكري اللي هو المتحدث هنا يعني لو أن كنا يعني سمعنا أنه حتى عندما كان وزير الدفاع في المستشفى تابع بعض الضربات عندما تمت في العراق يعني بيكون فيه بث أو شيء من هذا الشيء بالضبط فندم لا فيه طبعا كانت تصالوا وسائل تصال خاصة بينهم وما إلى ذلك نرجع بقى للنقطة ما الذي يدوري الآن الذي يدوري الآن عشان برضا استكمال سؤال حضرتك قد تكون هي بالأحرى طائرات أمريكية نظرا للنا شفته في الفيديوهات أو ليس الفيديوهات لكن البث الذي عرض مباشرة من مناطق كان التفجير يوحي بقنابل الفين رطل تقريبا ده قنابل كبيرة للغاية الكسفات كانت كثيرة لا نحن ما نتكلم عن مسيارات الآن نتكلم عن قاذفات قنابل إذا كانت هذه لا مقاتلات ممكن بعض المسيارات تحمل عبوات كبيرة ولو كانت أكثر من مسيارة تدمر في مكان واحد في نفس التوقيت قد تحي بهذا التدمير لذلك من الصعب الغاية من هو في المكان هو الذي يدري وهو الذي شاهد إذ كانت مسيارات ويقولون أنها مسيارات ولابد أن أتفق مع ذلك ولكن الهجمات دي بنسميها فندم بالفعل حتى لو كانت جزء من تلك الهجمات بنسميها الضربات الاستباقية أو الهجمات الاستباقية وبتم على أجزاء معينة لسبب معين هي تمهيد أصلا لصالح البعد النيراني الذي سيستخدم وكما نقول لو تتذكر فيه معلومات بتتم بالقتال بوسط القوات الأرضية فيه معلومات بيتحصل عليها بالقتال بوسط القوات الجوية أصلا أيضا لأنه سيتم ما نسميه نتائج الهجمات الجوية التي تمت دي بتكون لصالح الهجمات الجوية أو الضربات الجوية الرئيسية المنتظرة أن تتم ما أتوقع ما أتوقع أن هذا جزء مقدم أو متقدم من الضربات الجوية الأساسية لأنه ما سيتم ضربات تتم على موجات في سورة المدينة هنا يعني قبل أن إلى ضيوف الذين انضموا إلينا سيد كما ذكر مراسلنا في واشنطن جوتابت يعني يتحدث عن خطة وليس ضربة يعني مرحلة ممكن تأخذ أيام حتى أسابيع لضرب هذه الميليشيات هل نفهم أنه قد لا يكون الهدف هو قتل أكبر عدد من المقاتلين في هذا وإنما تدمير البنية التحتية التي بنتها هذه الميليشيات على مدى أشهر وربما سنوات هل يعني لأنه إحنا يعني تصورنا للميليشيات اللي يعني في الصحراء في دير الزور وكذا هل فعلا بتكون بنت بنية تحتية كبيرة وكذا وبالتالي الضربات ممكن أن تؤثر على عودتها مستقبلا ما ذكره أستاذ رامي كان واضح وأعجبني الحقيقة من مرسد السوري لأنه دكتور رامي عفو المخدم عندما ذكر تحديدا وقال أنها أصبحت إلى دويلة إيرانية في الداخل يعني لديهم كل ما يساعد على التواجد واستخدام القوات ومعاجلة القوات وعادة شارقوات وإرفاء القوات إنما بقى في سؤال حضرتك التدمير أنا أراه أو الضربات التي ستتم أراه أنها بهدف تدمير البنية العسكرية التي تستخدمها الأذرع الإيرانية سواء في سوريا أو في العراق وليس هذا معناه فقط البنية العسكرية بل أيضا والدليل أن فيه ستة قتلة حتى الآن كما أعلن وقد يكون هناك قتل آخرين لأن الضربة كما ذكرت انتقامية أو ما نسميها عقابية فدي لازم تشمل حجم كبير أرواح الأفراد مع الملاحظة سيد حتى الآن نحن نتحدث عن سوريا لا يوجد شيء في العراق يبدو أنه على ما يبدو أن أمريكا تريد حتى الآن أن يكون هنا انتقام لما حصل في المنطقة القريبة في سوريا وفي الأردن سنارة طبعا